بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء السابع من الفصل التالت لمكرر النظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن بعض الأمثلة عليه ال-and instructions وال-or instructions أمثلة تطبيقية على ال-and وال-or شوف مع بعض بنقول ال-and instruction can be used to clear specific destination bits while preserving others هواير إيه يا جماعة preserving إيه عايزيني يفهم الكلمتين دول يا جماعة يعني إيه إن ال-and instruction يقدر يكلير يعني يمسح بعض ال-bits المحددة ودي وظيفة ال-and يا جماعة وظيفتها إيه إن عن طريق ال-and أمر ال-and أقدر أعمل إيه أخلي بت معينة بصفر طيب ناخد مثال لنفرض إنك إنت عندك مجموعة من ال-bits كيامها زي ما أنت شايف كده كله xxxx يعني ممكن تكون x ديت لإما صفر لإما واحد يعني كيام غير محددة xات xxxx لو أنا عايز أعمل كلير اللي بت محددة يعني إيه بص ال-bit دي يا جماعة رقم كام رقم 3 مش كده ال-bit رقم 3 دي ممكن نعمل لها كلير بإيه إن إحنا نعمل and بكام and بزيرو معه يبقى إحنا كده خلناها بكام بصفر طب لو عايزيننا حافظ على الاتنين اللي قابلها ال-x دي وال-x دي أعمل إيه أعمل and بكام بواحد يبقى إذن and بواحد أصبح دي كومتها x وده x يبقى إذن يا جماعة إدرنا نحافظ على كيم محددة ونعمل setting اللي هو إيه نخليها بكام نعمل reset بصفر أو نخلي كومت بيت معانا بصفر في أوقات محددة طب يتمي الكلام ده إزاي إحنا عارفين طبعا من قواعد ال-and إن one مع أي حاجة بإيه بكومتها هي نفسها x one and x بx وزيرو and x بزيرو يبقى كده قدرنا نحافظ على كيم محددة ونخلي كيم محددة بكام بصفر طب نكمل كلامنا إفرد نحن عايزين نحافظ على الكومت نعملها and بكام بواحد صح يبقى حافظنا عليه طب إفرد إحنا عايزين نخلي ال-bit دي بيت بصفر نعمل إيه نعملها and بصفر يبقى كده خلناها بصفر وهكذا ال-x دي برضو عايزين نحافظ عليها نخليها and بكام بواحد يبقى حصلنا على ال-x مش كده طب لو عايزين نخلي كومت ال-x دي بصفر نعملها and بكام بصفر يبقى أخذ بحت الكومة بصفر وهكذا تمام يبقى إذن and instruction تستخدم لنها إيه تحافظ علي بعض ال-bit وإيه كمان وتخلي بعض الكوام الأخرى بكام بصفر طب نشوف ال-or ال-or بيقول إيه بقى بيقول نقدر نستخدم ال-or إن إحنا نحافظ علي قيم معينة معايا يا جماعة نحافظ عليها وبعض ال-bit الأخرى نخلي كومتها بواحد معايا يا جماعة إزاي بص كده على المثال اللي احنا ناخدناه مع بعض أعمل الكلام ده إزاي بيقول لك لو أنت عملت-or ال-x orange 1 يطلع قيمة بواحد إنتوا عارفين يا جماعة إن-or بواحد مع أي حاجة هي إيه بواحد مش كده طب لو x دي تعملنها orange مع الصفر حافظنا على قيمة ال-x يبقى دي قاعدة تانية القاعدة دي بتقول إيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت-or إن-or أي حاجة one or x بيقول إيه بواحد طيب x or zero بهي نفسها ال-x يبقى إزا كده أنا إيه خليت بعض ال-bitz بواحد والبعض التانية حافظت عليه طب شوف ال-bitz اللي بعدها كده لو أنا عايز أحافظ على ال-x دي أعمل إيه أعملها orange بزيرو عشان أحافظ عليه طب لو عايز أخلي ال-bitz دي بواحد أعملها orange بكام بواحد عشان أخلي الكومة الإخراف بواحد طب لو عايز أحافظ على ال-bitz دي أعمل إيه أعملها orange بإيه بزيرو عشان تبقى كومة x طب لو عايز أخلي دول كلهم بواحد أعمل لهم كلهم orange بواحد يطلع لكما بواحد يبقى إحنا عايزين نفهم من حتة دي يا جماعة إمتة استخدم ال-and وإمتة استخدم ال-or ده لها هدف وده لها هدفتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته